بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايه زيكو حبايب قلب عاملين ايه اتمنى يا رب تكونوا دايما بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة هنعملها بطريقة سهلة وبسطة جدا وان شاء الله هتنال اعجبكم زي ما انتوا شايفين يا بنا البسبوسة بتاعتنا المرملة شايفينها مشاء الله سهلة وبسطة جدا وان شاء الله هتعملوها هتنال اعجبكم شايفينها مشاء الله دايبة دوب بطريقتها سهلة وبسطة جدا وان شاء الله هتعتمدوا الطريقة بتاعتنا دي بس تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش بقى تحطنا لايك وشير وصابسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد مقدرنا سهلة وبسطة جدا جدا زي ما انتوا شايفيني حبايب قلبي معانا كوباية لبن معانا كوباية سكر ومعانا كوباية سمنة ومعانا ربع كوباية جوز الهند ومع لقة بودر كبيرة ومعانا زرة ملح ومعانا نص كيلو دقيق سيمولينا دقيق البسبوسة هنبتدي كده نسمي الله ونصلى على الحبيب المصطفى عليها أفضل الصلاة والسلام ونبتدي أول حاجة ننزل بالسكر بتاعنا مع التقليب المستمر أهم حاجة نقلب المواد الجافة بتاعتنا كويس جدا جدا ومعانا هنا الجوز الهند بتاعنا هنبتدي برضو نقلبه كويس جدا طبعا فيه دقيق البسبوسة بيبقى جاهز بيبقى فيه كل المكونات دي لكن احنا جايبين دقيق ما فيش أي حاجة احنا بقى اللي هنحط المقادير بتاعته هنبتدي برضو ننزل بمعلقة البودر بتاعتنا وننقلب كويس جدا برضو معانا هنا زرة الملح ونقلب كويس جدا أهم حاجة نقلب المقادير كلها مع بعضها يا بنات عشان يبقى الخلق كله متجانس مع بعضه معانا هنا الفانيليا بتاعتنا مركزة ناخد حاجة صغنونة كده منها لو انت عندك منليا البودر برضو تفضل تبقى كويسة برضو معاك وهنقلب كويس برضو المقادير بتاعتنا كلها مع بعضها هنا معانا هنا حباية بقلب كوباية السمنة بتاعتنا هنبتدي برضو ننزل كده مع التقليب المستمر برضو بس بقى في الخطوة دي بقى أنا هركن المعلقة بتاعتي واشتغل بإيدي هتعمل ايه؟ هنبس الخلط بتاعنا كله مع بعضه عشان حباية الدق بتاعتنا تتغلف بالمقادير كلها وبالسمنة بتاعتنا هتبقى عاملة زي حباية الرمل معاك امشي على الخطوات دي وان شاء الله هتبقى طريقة نكحة وهتعتمدها هتكون سهلة وبسيطة جدا زي ما انتوا شايفين بقت معانا زي حباية الرمل كلها اشربت السمنة ما شاء الله طريقتها سهلة وبسيطة جدا يا بنات هتجربوها وان شاء الله يا رب تنال اعجبكم معانا هنا اللبن بتاعنا هنبتدي ننزل انا جبت كمان حوالي نص كوباية لبن برضو يا بنات الكوباية حسات ان هي محتاجة معايا اهم حاجة الخليط بتاعك يبقى معاك زي ما انتوا شايفينه كده شايفين ما شاء الله يكون معاك سايح كده عشان تبقى مرملة وابقى طعمها جميل زي ما انتوا شايفين زي ما قلتلكم جبت كوباية ونص لبن هبتدي بقى سمي الله وصلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام وابتدي افرد البسبوسة بتاعتي في الصينية او الصاب بتاعي بعد ما افردتها اعدت اساوي الوش بتاع زي ما انتوا شايفين ساوات الصينية بتاعتي خالص ودخلتها الفرن حوالي 20 دقيقة على نار هادية خالص من فوق ومن تحت شايفين بسم الله ما شاء الله طلعة زي العسل شايفين ما شاء الله معانا الصرب بتاعنا بقى حباية بقلبي معانا كوبايتين سكر وكوبايتين مية نص لامونة ومعلاقة صغيرة وبعد كده بقى نسيبه يبقى مساميك اوي يبقى خفيف شوية عشان البسبوسة بتاعتنا تتشرب اهم حاجة نقطر الصرب يا بنات عشان تكون صحيحة معاك وكده وطعمها جميل شبه الجاهزة بالزبط لو انت حابة تحطها على الوش مكسرات او تحط طفول براحتك بس انا حبتها ان هي تكون كده هنبتدى نقطعها معا بعض كده شايفينها بسم الله ما شاء الله طلعة معاك الخرطة بخرططة ومشاء الله شايفينها ديبادوب مشاء الله سهلة وبسيطة جدا جربوها يا بنات وان شاء الله هتعجبكو لو انت حاب انت تستغني عن اللبن وتحط زبادي عاد برضو مافيش مشكلة ممكن تعملها بالزبادي برضو هتبقى معاك جميلة بس انا بحب اعملها باللبن شايفينها ماشاء الله مرملها ودايبادوب جربوها وان شاء الله هتعجبكو هتنال اعجبكو ومعديرها سهلة وبسيطة جدا نص كيلو دي اسمين لنا كوباية سكر كوباية لبن كوباية جوز الهند ربع كوباية أسفا معلقة بودر واللبن بتاعنا زي ما قلتلكه كوباية ونص والخلط بتاعنا كله المواد الجفة على بعضها وبعد كده هننزل بالسمنة ونبتدي نبسها زي الكحكة كده وبعد كده هننزل باللبن بتاعنا ونقلب الخلط كله مع بعضه شايفين هنعمل أحلى وألاز باس بوسة بطريقة شايفين منظرة يا بنات ما شاء الله طعمها روعة روعة جرباها بالطريقة دي